وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وهو اللقاء الثاني والعشرين من سلسلة لقاءات حق القرآن على أمة القرآن جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته فأرحب بكم أجمل ترحيب وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه أيها الإخوة والأخوات من حق القرآن علينا وهو من أعظم الحقوق هو تحكيم القرآن والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا وهذا من مقتضيات الإيمان وشروطه الأساسية ومن الأهداف من أهداف نزول القرآن كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه أو مع ما جاءك من الحق وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والرد إلى الله تعالى أي إلى كتابه العزيز والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما بيّن سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة هو من التحاكم إلى الطاوت وأنه من علامات النفاق الظاهرة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى أن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كما بيّن عز وجل أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة من النكوص على الأعقاب والعودة إلى الجاهلية وحكمها قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله لقوم يقنون من حقوق القرآن على أمة القرآن العناية بالقرآن حسا ومعناء فنظرا لمال القرآن من المكانة والقداسة والأهمية في دين الله تعالى كيف وهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور ولكونه آخر الكتب المنزلة والناسخ لما قبله والمهيمن عليها ونظرا لعالمية الرسالة المحمدية وخلودها حتى آخر الزمان فقد أتم الله تعالى النعمة على أمة القرآن خاصة وعلى البشرية عامة بأن تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن ولم يكن حفظه إلى الناس فيصيبه ما أصاب غيره من الكتب السماوية السابقة من التحريف والتغيير والفقدان قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن حفظ الله تعالى لكتابه العزيز أنسخر من عباده وأوليائه من قام على العناية بكتابه تعالى منذ أن أنزل وإلى يومنا هذا وهذه العناية يمكن تقسيمها إلى ما يلي أولا العناية بحفظ حروفه وضبط ألفاظه وقد هيئ الله تعالى منذ أن أنزل كتابه منذ أن نزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم من الأئمة والعلماء من بذل جهده في حفظ كتابه وضبطه وقد ابتدأت هذه العناية الربانية من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم بمدارسة جبريل عليه السلام القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما تقدم فكان يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن فلما كانت السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين ثم تولى بعد ذلك عناية المسلمين ابتداء من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ثم الأئمة والعلماء جمعا وكتابة وحفظا وطباعة ونشرا وإقراءا وتجويدا ورسما وضبطا لحروفه وآياته وعدا لآياته وقراءاته وتفسيره ولغته وبلاغته إلى غير ذلك من الفنون والعلوم المسخرة لخدمة كتاب الله تعالى وهذا أمر لا يحتاج إلى تفصيل فنحن والله الحمد نقرأه اليوم غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ومن هذه العناية أنه إلى اليوم يتلقى مشافهة بالإسناد المتصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ومن حفظ كتاب الله تعالى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية والدراية والكتابة والضبط والتنقيح وتمييز الصحيح من الدخيل بعد أن ابتكر المسلمون علم الإسناد الذي يعد من خصائص وسمة هذه الأمة رسم منهجا علميا متميزا لم يعرف من قبل في ضبط أصول الرواية ونقدها سندا ومثنا وتقييد القواعد من الجهة المنهجية كما قاموا من الجهة الموضوعية بتدوين المتون وتراجم الرجال وطبقات الرواه وضبط أسمائهم وأحوالهم ومراتبهم في الجرح والتعديد وجمع الطرق وغير ذلك فحفظ الله تعالى بهم السنة كما حفظ كتابه العزيز فلله الحمد والمنة فعلينا جميعا أن نولي القرآن حقه من العناية والاهتمام ومن ذلك الاكثار من تلاوته وحفظه وضبط ألفاظه وتعلمه وتعليمه ودعمي ومشاركة الجهات الراعية لتعليمه كما قال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وقوله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لنتبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إلى هنا تنتهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون